أهلا أحبائنا مشاهدين موضوع الحلقة سنة جديدة أم حياة جديدة في كورنتوس الثاني صاح الخامس والآية 17 مكتوب إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا وسمعت بعض العبارات من صديق اللي وصف هاي الرحلة مع المسيح بتلت مراحل أولا يقين الحيام الجديدة ثانيا يقين العناية الأكيدة ثالثا يقين النهاية السعيدة فالمسيحية هي إن صح التعبير دياني فهي ديانة اليقينيات والتأكيدات لا يوجد أي شك أو اضطراب بل تأكيد كامل على كل شيء الرب بيعمله فإذن أولا يقين الحياة الجديدة مكتوب ونحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة يعني عملية انتقال من الموت إلى الحياة من الظلمة إلى النور تغيير جذري ثوري فوري من خلال إيمانك في الرب يسوع المسيح فتحصل على حياة وأنا أعطيها حياة ولا يقدر أحد أن يخطفها من يدي قال يسوع المسيح ثم قال أيضا الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة فإذن بيعطي تأكيد تأكيد وضمان الحياة الأبدية كما وعد من يقبل إلي لا أخرجه خارجا مش بس إنه الله بغيرنا ومنصير خليقة جديدة نلنا حياة جديدة ولكن الرحلة بتستمر مع المسيح من خلال العناية الأكيدة في روميا 8 آية 28 الآية المشهورة اللي منرددها كتير ونحن نعلم ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معنا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده فالله بغض النظر شو الأحداث اللي منمر فيها وانا عاوز أشجعك لا تنظر إلى بداية الرحلة بل أنظر إلى نهاية هذه الرحلة هاي الرحلة الرب يسوع سائر معنا وهو الذي وعدنا لا أهملك ولا أتركك عيني عليك الرب يسوع بيهتم بإحتياجاتنا بظروفنا بأحوالنا بعائلاتنا بكل تفاصيلنا بيعرف كل شيء عنا بغض النظر ما يحدث من خير أو شر فالمسيح له السيادة والسلطان المطلق الكامل على حياة البشر وله الكلمة الأخيرة هذا بيعطينا راحة بيعطينا طمأنينة بيعطينا سلام وسط الانزعاج وهذا يؤكد لنا عناية الأكيد أنه بيهتم فينا بيرعانا بيهتم بإحتياجاتنا خلال طول الرحلة التي نسميها رحلة البرية في هذا العالم حتى نكون في الموطن بتاعنا الموطن الحقيقي أن نكون في السماء ثق أنه الرب لا يترك إنسان وعوده صادقة وأمينة وإذا فيه أمور بتمر فيها وعم بتتساءل ثق أنه الله لا يدعنا نجرب فوق ما نستطيع بل يجعل مع التجربة المنفذ المناسب لكي تقدروا أن تحتملوا ولكن الله بيشكل فينا الله بيبني فينا إحنا جبل عم بيجبل وبشكلنا بحسب الصورة اللي الله وضعها والغرض منها أنك تكون مشابه صورة يسوع المسيح في هاي الحية رح نمر في كل أنواع الظروف ولكن ثق عنايته أكيدا شئ ثالث أحبائي إحنا عارفين النصرة النهائية هي للرب الرب يسوع أجا مات على الصليب وقام من الأموات وهو حي إلى أبد الآبدين وهو الذي قال ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الذهر وهو الذي وعد في داخل الكنيسة من حتى في مشاكل الكنيسة أن يكون إن اجتمع أو حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة هناك أكون في الوسط الرب معنا معنا في كل برية هذه الحياة إلى النهاية السعيدة واحد من الآيات اللي بحبها أحبائي في إصحاح كورنتوس الثاني إصحاح خمسة الآية الأولى لأننا نفس الشيء نعلم لأننا نعلم أنه إن نقد بيت خيمتنا الأرض فلنا في السماوات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد مش أي يد بشرية بيت غير مصنوع بيد ويقول كتاب عن هذا البيت أبدي فإذا لا يتزعزع من أي زلازل لأننا سنكون معه كل حين في السماء موسيقى موسيقى موسيقى